أهلاً بحضراتكم بعد الفاصل كابتن سلعاوة يمكن إحنا ما بنتكلم دلوقتي بنقول النادي الأهلي النادي الأهلي فين من كرة السلة الأفريقية أو العربية أنا كان لها رأي منتظر صراحة يعني أنا شايف النادي الأهلي في قطاع الولاد وقطاع البنات لازم يتجه للدورات العربية والأفريقية خلاص مكسب أنت الحمد لله دلوقتي بالنسبة لمصر كسبان يعني هي المنافسة بينك وبالانتحاد سكنداري منافسة صعبة ومنافسة شارسة بس أنت قدرت تكسب منهم الدوري وتحقق خمس بطولات الولاد حققوها قطاع يعني الدرجة الأولى والبنات خمس بطولات حققوها فما فيش أنا رأيي أن لازم الناس دي تتجهل يطبعوا ما فيش مانع أنا بقول ما فيش مانع أعتقد أن الأهلي بنات هينظم أفريقيا وكده والأولاد راحين دورة عربية لكن هي دي بقى خلاص يعني أنا دي المرحلة بقى التانية النقلة التانية للمفروض لأن أنت لازم بأي حال من الأحوال تتسيد أنت شاب فريق الأول لكرس السلة في النادي الأهلي وصل للمرحلة الندوج ولا وصل لحد دي آخر حاجة لا ندوج في ندوج وفي لعيبة كويسة جدا يعني فيه آآ يهاب أمين لعيب كويس فيه عمر الجندي لعيب كويس فيه عمر طارق فيه آآ يعني فيه مجموعة جبيرة جدا جدا إنه فيه حتى الزغريم مؤمن طريق خيلي فيه صف تانية طالق كويس آآ يعني فيه ناس كويسة وهو غستي من المدربين اللي يعني بيدوا فرص للناشئين كريم حاتم آآ يعني لعيب من 18 سنة غستي لعيبه راح كاس عالم آآ برضو في قطاع الناشئين أسباني برضو بيكمل مع بيكمل آآ بيكمل آآ 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 يعني على اساس إنه يبقى فيه توافق سياسي يعني فيه خطة يعني آآ يعني توافق بينهم خطة بتتنفذ وأعتقد إن آآ النادي الأهل السنة دي فتح المجال دلوقتي في بعض الفرق ألفوا به بحيس إن آآ فيه مراحل سنية الولد ما يبان لكش قوي يكون لسه ما نضاكش لسه سنة عالسنة بتفرق يعني طبعاً طبعاً وقصتها اللي إحنا بنلعب زوجي ففيه واحد بتلاقيه عند 14 يعني 16 سنة واحد تلاقيه عند 14 سنة واحد عنده 15 سنة آآ آآ ما دي بتفرق كدير ها هو المحارة السنية دي آآ 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 أعتقد يعني إن آآ فيه تدعيم من الدولة للأندية في لعبة كرة السلة تدعيم مادي مش أقول بقى معناوي معناوي دي إحنا مش محتاجين معناوي آآ محتاجين مادي لأ معتقدش مادي أعتقد منتخبات بس لكن آآ أعتقد إن آآ في فترة من فترة كانت الألعاب دي غير كرة القدم مرهقة بالنسبة لإدارات النادي ومازال لحد هذه اللحظة الوقت كمان آآ آآ تمتولي عقود دلوقتي بتوصل 3-8-4 مليون آآ طبعاً فالنادي يا الله يكون في عون الأندية إن آآ مخصصاتها النادي الأهل إنه بلب على بطولات آآ طول عمره بلب على بطولات فآآ وحتى في اقطعنا شين كابتن مصطفى فالنادي الأهلي يعني دلوقتي موجود كابتن خالد العواضي كمدير نشاط آآ عمل نتائج كويسة آآ ويرقص اللجنة بتاعتنا طبعاً آآ وبعدين آآ آآ بيوافق على أي حاجة تكون في صالح العام لل للمدرب اللي هو شايفه الكلام ده آآ آآ طيب هبدأ أخش على التدريب الإنسان ساعات كده إذا كان لعيب كورة أو باسكت أو طايرة أو تينيس أو أي لعبة من الألعاب الأخرى لما بيجي سن الاعتزال بتلاقي كده إيه مشوشرة معاه أنا هشتغل في الإدارة ولا هشتغل في التدريب ولا هشتغل في الإعلام ولا هشتغل لا في شغل الخاص والكلام ده كله إنت فكرت في إيه؟ أنا فكرت في التدريب على طول آآ وأنا في آخر يعني في الآخر وقت بتاع الاعتزال ده كنت بقى بأخد الدورة عشان تؤاهل لها الدورة الأساسية 45 يوم في الإستاد آآ دي كان فيه دورة أساسية ودورة متقدمة 15 يوم آآ فالدولة تخدتهم يعني قبل لما آآ أبطل آآ يعني أنت بتآهل نفسك آآ لأن أنا مخش عايزة أدخل برضو لأ إدارة لأ مش عارف إيه لأ إيه لا أنا عايزة أكمل عن الخبرات معينة للعيبة آآ عملت فترة تعايش برا؟ لا خالص مخدش دورات برا خالص؟ لا لا أخدت دورات بس خدت برا لما رحت في النادي الوحدة النادي الوحدة آآ كان فيه حاجات زي اللي بقولوا عليها ما طلع تعمل عملية تعايش برا؟ فين؟ في أي دولة أوروبية مثلا؟ لا 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 ما طلعتش أنا يعني ما روحش علي بزيك ولا لا لا إنما ما فيش مدربين طلوا عملية تعايش برا؟ فيه فيه مدربين في النادي الاهلي تلع عشرف طفية تلع نبيل بخيد تلع هل أنت طلبت؟ إيه؟ أنت طلبت تعمل فترة تعايش برا؟ لا ما طلبش بسراحة طب ليه؟ عشان كان ساعتها آآ اللي بيطلع أو اللايحة بتقول إن بدرب الدرجة الأولى أو يكسب أو عشرين سنة نعم وأنا كنت ماسك مرحلة سنية أقل من كده 16 سنة طيب يعني أنت مع الناس اللي بتقولك لازم اللي لعيب أول ما يبطل لازم يقاهل نفسه الأول ويخش في دراسات ويعامل عملية تعايش والكلامنا كله ولا اللعيب ممكن يلا خبراته يخش ويدربه؟ يا رب مفيش حاجة كده كابتال مصر مينفعش عندنا بيحصل كده في مصر في مصر بيئة وققة يعني بس برا ما بيحصلش كده لأ مفيش كلام ده حتى في الدول اللي إحنا في مصر بتقول لا دي مش عارف إيه لا ما بيحصلش فيها كده مفيش واحد يبطل ويبقى مدير ولا لازم الأول تاخد حتى عشان اللعيب اللي إنت بتمرنه أو أنت إسم بس برضو لازم اللعيبة أسكية دلوقتي لازم يحس في الملعب اللي إنت عندك فكر طبعا وأنك إنت دارس وأنك إنت اكتكياً وفنياً وبدنياً وكل حاجة اللي إنت تدعي بقول بتكلمه بتكلمه وبعدين دلوقتي مثلاً السياسات الأندية دلوقتي بقت مريحة عندنا في النادي الأهلي شالوا من المدرب إعداد بدني بقى فيه واحد للإعدادة بدنياً طبعاً كانوا المدرب بيعمل كل حاجة والإحصاء إنت اللي بتعمل الإحصاء وإنت اللي بتعمل الإحصائيات على الموراه أو الشوت والحاجات دي لا بقى فيه ناس متخصصة الوقت بقى فيه ناس متخصصة الوقت بقى فيه ناس متخصصة وناس بتقطعوا وتجيب لك وتعمل لك وتسوي لك يعني بقى بالنسبة لأن دلوقتي المدرب بيقوم بعملوا فقط يعني أنت بطلت ودربت في النادي الأهلي على طول آه دا للآ لا أنا تلقى تلقى يعني أول ما بطلت أه تلقى نادي الوحدة نادي الوحدة يعني خدوني من موتشي اللي اعتزال على هناك فرقت معك إزاي في التدريب فرقت معي في خبرات بقى تعلمت خبرات لأن على طول كان هناك في معسكرات اللي هي تتعامل عندهم في السيف ويجيبوا مدربين أمريكاني يجيبوا مدربين أسباني يجيبوا مدربين فرنسويين اه احتكاكات هناك كانت بسفة مستمرة بدأت أخذ الخبرات دي كلها وبعدين بعد ما خلصت نزلت النادي الأهلي مسكت فرق 16 سنة هل مرجعت من الإمارات على النادي الأهلي لقيت صعوبة أنك تشتغل ولا عشان أنت بعدت فترة ولا أنت النادي الأهلي يرحب بيك على طول لا النادي يرحب بصراحة يعني أنا أنا أعتقد كان ساعتها أشرب طوفيق اللي ماسك ودخلني مسكت 16 سنة والحمد لله بفضل ربنا أول سنة تدريب ليا كسبت الخمس بطولات اللي اتعملت بطولة القاهرة بطولة جمهورية منطقة القاهرة كاس الاتحاد السوبر في أول مرحلة من مرحلة التدريب بتاعي وأنت في النادي الأهلي ومسكت منتخب المنتخب بقى أه مع نفسه وأنت في النادي الأهلي جالك تدريب منتخبات أه مسكت منتخب 16 ومنتخب 18 اللي 2 دولارد ده على مستوى المحلي ولا على مستوى أفريقيا لا على مستوى كان فيه دورة عربية دورة عربية الحمد لله وبعد كده كان فيه بقى عمليات تغيير في المداربين وكده هل بترتدي القاهرة هل بتردوله جميل؟ اه بردولوكي طبعا النادي القاهرة الغدل الوقتي هو بيتي يعني اه طبعا زي وزي الاهلي يعني انت عد وعامل فيه؟ اه عد وعامل اه وعد وعامل في الاهلي اه لا ما انا عارف طبعا فانا روحت هناك اه كلمني كان اه رئيس النادي صديق شخصي وكان بيلعب معي وكدا اسم الكابتن عبد الرحمن يوسف هل انت اه كان مدير تنفيذي اتحاد الوزارة اتشباب الرياضة اه وصديق شخصي يعني فاكلمني فروحت النادي القاهرة وانت مدرب في النادي الاهلي لا انا كنت خلاص اتبت النادي وانت سبت النادي وطلعت الامارات اه اه وبعد كده لما رجعت بقى رجعت على النادي القاهرة فقال لي النادي احنا بقلنا كذا سنف بطولة المناطق وعايزين والتعبشان الحمد لله عد 3-4 سنين كسبنا مناطق وكسبنا الدورة الثالثة والتانية وطلعنا ممتاز به ما قابلتوش الاهلي اه لا ممتاز به ممتاز به اه 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 قابلنا الاهلي في الكاس الكاس ده طبعا كل الفرق به وجيمه وده كله بيشترك اه لكن ما يعني اه فا وفقلال الفترة دي برضو اشتغلت مع نبيل بخيد في جاسكو كمدرب عام اه وبعد وبعد لا في فترة قبل نادي القاهرة اه مسكت الدرجة الاولى انا ونبيل بخيد فين كمدرب عام في الاهلي في الاهلي اه اه كسبنا كاس مصر في الوقت ده اه وكان بقالنا فترة كبيرة جدا جدا مكسبتوش كاس مصر مكسبناش كاس مصر اه اه يعني طيب انت انا شايف ان انت يعني بعد ما بطلت واخدت طريقك في التدريب انت بتلف كذا محطة من المحطات الكبيرة قوي وبعدين طلعت برة ورجعت تاني على نادي القاهرة وبعد كده رجعت هل انت استخدت خلاص في النادي الاهلي اشتركوا في القناة